السلام عليكم ورحمة الله مرحبا اصدقائي المهندسين مرحبا عزائي بالمحاضرة التعريفية من كورسنا مقاومة المواتنين strength of material 2 او مقاومة ايكي الخدمة المقدمة من نادز اكاديمي ضمن خدماتها بعام 2021 انا محمد نور علي من حلب من سوريا اه دراست في جماعة اسكيشاه التقاني او في جماعة اناظولو سابقا اه دخلت الجامعة عام 2016 بتخصص الهندس المدني وتخرجت عام 2020 بدرجة الشرف وحاليا عن متابع دراسي بتخصص الثاني الهندس البيئية كدبل ميجر او تشفت من اضال الهندس اكاديمي هي منصة خدمية تفاعلية اكاديمية تعليمية موجودة على الانترنت هدفها تقديم شروحات للمواد الجامعية اه المقدمة في الجامعات التركية وتقديمها الى الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات التركية كي تكون مصدر ومرجع لهم اثناء اه دراستهم وكي تكون عونا لهم اثناء تفوقهم اه في دراستهم الجامعية من خلال نادز اكاديمي ـ هدفهم ايض ايضا هو اه توصيل هذه الخدمة التعليمية وباسعار رمزية لجميع الطلاب العرب الذين يدوس guidرون للهي في الجامعات التركية. في الفصل السابق درسنا مقاومة بير. المقاومة بير كانت بتدور حول مفهوم الاجهادات وانواع الاجهادات الموجودة عنها وبعد ذلك ربط هاي الاجهادات في دائرة مور. وبعد ذلك شفنا انواع الانحناءات الالتواءات ودرسناه بشكل اه بسيط. لكن في المقاومة اتنين ان شاء الله راح نتطرق الى جمع هاي الابحاث كلية ودمجها مع بعض اه كي اه كي نجمع صورة كاملة عن الاجهادات والسلوك الذي تتعرض له المبنى او العنصر الانشائي اه في مكانه اه الكريش او العمود ما شو هي القوة اللي عم تصير عليه. شو هي الاجهادات اللي اللي عم تصير نتيجة هاي القوة الخارجية اللي صارت عليه. اه كيف سلوكه في كيف سلوكه في ردة الفعل لهاي القوة. كل هذا الشيء ان شاء الله راح نشوفه بسرنكس او ماتيريال اتنين. ايضا السرنكس او ماتيريال واحدة المقاومة بيري اللي شفناها بالفصل السامق. اه حكينا فيها عن قانون هوك العام. وكيف انه اه عمنا انواع المواد الهشة وعننا انواع المواد الدكتايل المارينة وكيف انه يختلفوا بالسلوك. لكن اه بالفصل هاد بالسترنكس او ماتيريال اتنين راح نتعامل مع دمج انواع الاجهادات وبشكل خاص راح نكون مع البيطون والقليل من استيل او الفلاث. هاد الجدول يعرض لنا انواع و انواع و اه الاسابيع الموجودة عنا في الاسبوع الاول. بنلاحظ انه بنشوف بفهم اللي نحنا عن ناقي البسيط اي الماء بالاسبوع التاني اي كلمة وبالاسبوع التالت كومبوزيت كليش لا. هادول الابحاث الثلاثة سبق انه شفناهم بالمقاومة واحد. لكن راح نرجع نعيدهم مرة تانية كلمة الاسبوع الرابع الكاسمة لأي الماء اللي هو من اصعب الابحاث الموجودة لما نتعرض العنصر لكاسمة ولا اي الماء كيف راح يصير ردة فعله كيف راح يتشوه كيف راح يغير مساره هاد الشي كليته ان شاء الله راح نشرحه به الاسبوع الرابع. اه بالاسبوع الخامس والسادس راح نتعرض اه للقايمة غريلما يايلشة والاقصة ومركزة القايمة غريلما سبق انه شفناها بالمقاومة واحد وكيف تنتج لكن هون راح نشوف كيف تتوزع وين مركزة وكيف تتدفع بالاسبوع السابع راح نشوف الليتر الباكلنج او الالتواء اه اذا كان العمود طويل راح نشوف النار لك نسبة المرونة اه اذا كان العمود طويل كيف راح يلتوي بسبب القوة العمودية المطبقة عليه راح نشوف ايضا اه بالاسبوع الثامن والتاسع الاليستيك ايري او الديفليكشن كيرف اه نتيجة القوة الخارجية المؤثرة على عنصر كيف راح يلتوي بالشكل خاص اه هو الكريش لما يتعرض اه الى قوة خارجية فرح ينحني راح نشوف هذا الانحناء وشو هي الزاوية اللي عب يسويها طبعا اه مو بس فقط الكريش عنا الكومبوجيت كريش لار كمان عنا الكريش اللي مسبت ببين المسبت برولر المسبت بفيكست كل هاتن راح نشوفن بالبحث الثامن والتاسع بالاسبوع العاشر راح نشوف مقاومة الجسم في حالة الالتواء وفي حالة الانحناء مع بعض كيف راح يقاوم الجسم الالتواء والانحناء وكيف راحيتشوى بالاسبوع العاشر والدعاش راح يكون محور لسابعين العاشر والدعاش هو هذه الحالة مقاومة الجسم في حالة الالكيواء والانحناء بالسبوع 12 و 13 رح ندرس طرق الطاقة اللي هي طرق كثيرة بحساب الانحرافات الموجودة أو التي تتواجد بعد تطبيق القوة الخارجية على العنصر الانشائي فلذلك السبوع 12 و 13 سبوعين مهمين جدا مو بس فقط بالمقاومة الثنين وانما ايضا بالستركشن اناليزز يابستاتيك واحد واثنين بشكل عام المقاومة الثنين هي بالاضافة للمقاومة واحد أصعب المواد الموجودة عنها أصعب الكورسات الموجودة عنها في تخصصها الهندسة المدنية والتخصص الهندسة الميكانيكية فلذلك على أي طالب يريد التفوق والنجاح وانه يكون متخرج خريج عليه انه يكون فهمان المقاومة كيف المواد بتلتوي كيف المواد تتعرض للاجهادات كيف تنحني هاي الشي كلاته مهم جدا فلذلك كما ذكرنا سابقا انه المقاومة درس المقاومة بشكل عام هو اللب او الاساس الذي يقوم عليه تخصصي الهندسة المدنية والميكانيكية بشكل خاص وبعض التخصصات الأخرى فلذلك أرجو انه أثناء الدراسة تبعيتنا لهذا الكورس مو بس بندرسك كرمال انه ننجاح لا بندرسك كرمال انه نفهم لانه هاي الكورس قلنا اهم كورس وهو الاساس واللب اللي بيقوم عليه التخصص وذكرنا سابقا في المقاومة واحد فبتمنى منكم انه ما تقصروا وتدرسوا بجد لانه بالنهاي هذا مستقبلنا ونشوفكم ان شاء الله بالدروس القادمة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة